اجتمع معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع السيناتر كريستفر ميرفي عضو اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى وآسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب بمجلس الشيوخ الأمريكي وسعادة السيد تيد دويتش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وسعادة السيد جوزف ويلسون رضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على همش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة وخلال الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بعضو مجلس الشيوخ وعضوي مجلس النواب الولايات المتحدة الأمريكية معبرا عن تقديره لمشاركتهم في مؤتمر حوار المنامة مؤكد اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الاستراتيجية والوطيدة التي تجمع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وما تستند إليه هذه العلاقات من أسس قوية من الاحترام والثقة المتبادلة وحرص مشترك ودائم على تعزيز العمل الثنائي في مختلف المجالات وتكثيف أطر التنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين من جانبهم أعرض كل من عضو مجلس الشيوخ وعضوي مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية عن اعتزازهم بلقاء معالي وزير الخارجية مشيدين بالعلاقات الصداقة المتينة التي تربط بين البلدين منوهين بسياسة مملكة البحرين التي تقوم على الانفتاح والتواصل مع دول العالم وجهودها الهادفة لأمن واستقرار المنطقة متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر